مرحبا حضراتكم مرة تانية في صباح الخير يا مصر وكل سنة وكل المصريين والأمة العربية والإسلامية بألف خير خلاص ثلاث أيام بيفصلونا عن شهر رمضان الكريم ثلاث أيام بيفصلونا عن ملحمة تاريخية درامية هنشوفها في شهر رمضان هذا العام ملحمة هتتناول سيرة الإمام الشفعي اللي هيجسد شخصيته الفنان خالد النبوي الإمام الشفعي هو واحد من الأئمة الأربعة المسلمين اللي أسس علم أصول الفقه تحديدا يجمانا ويمكن ليه مكانة كبيرة جدا مكانة دينية عند كتير من المصريين صحيح هو تحديدا ثالث الأئمة وحقيقة يعني فيه أهمية كبيرة جدا تاريخية في حياة هذا العالم خاصة في فترة حياته اللي عاشها في مصر سيرة عاطرة مليئة بالأحداث الدعية كمان لسماحة ووسطية الإسلام عشان كده قررنا أن احنا نتناول جزء ولو بسيط من حياة هذه الشخصية اللي أثرت وغيرت أشياء كتير جدا في التاريخ الإسلامي خلينا نرحب بالشيخ عبد العزيز النجار أحد علماء الأظهر الشريك بسبع الخير على حضرتك كل سنة وحضرتك طيبة صباح النور حضرتك طيبة وجميع المسلمين طيبين وكل عام والأمة الإسلامية والعربية والعالم كله بخير وصحة بمناسبة قدوم شهر رمضان يا رب الله معمين كل سنة وحياك طيبة يعني نتكلم على مام من الآئمة الأربعة ويمكن شخصية من الشخصيات الدينية الأكثر تأثيرا في وجدان كل المصريين من هو الإمام الشفحي؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه ومن صار على هديه إلى يوم الدين أما بعد في الحقيقة أن سيرة الإمام الشافعي تحتاج مننا إلى دراسة وإلى وقفة وإلى تعلم وشيء طيب جدا جدا في البداية قبل أن نبدأ في حياة الإمام أننا نظهر للأجيال القادمة ونظهر لشبابنا شخصيات مهمة وأثرت وغيرت وجددت في الفكر الإسلامي لكي يتأسى بها الشباب ويقول لهم قدوة لأن الإمام الشافعي قبل أن نتحدث عن نشآته المهمة جدا جدا أنه مزج بين المدرسة العقلية والمدرسة النقلية وده مهم جدا أن الإمام الشافعي كان يعتمد على العقل وده كانت مدرسة موجودة وكان لنا ناس وفلاسفة وزي الإمام الرازي وغيره وكان هناك مدرسة تعتمد على النصوص والنقل فقط الإمام الشافعي خرج لنا بمزيج بين المدرسة العقلية والمدرسة النقلية فكرة الاكتهاد ده لسه الاكتهاد هنخش شوي بس خليني الأول أقف عند نشآته لأنها مهمة جدا جدا الإمام الشافعي نشآ نشآ لما حضرتك تتأملها تقول ده لا يمكن يكون إمام ده ده لو تعلم بس وعرف يقرأ ويكتب يبقى كويس لأنه نشآ فقيرا ونشآ يتيما وهو صغيرا فاللي ربته أمه وهو صغير نحن عارفين أن الإمام الشافعي ولد سنة 150 هجرية صحيح كل عمر الإمام الشافعي السيرة الكبيرة اللي احنا شايفينها دي والكتب والتأثير في العلماء والعالم 54 سنة اللي عاشهم الإمام الشافعي يعني عشان نقول أن عمر العالم لا يقاص بالسنوات وإنما يقاص بما تركه من أثر وإثراء للاكتهاد والنوحي العلمي فنشأ يتيما أمه كانت كما هو يقول لا تجد الأجرة اللي تديها للمعلم اللي يحفظ القرآن فكانت وانتقلت إلى مكة وولت في غزة على بعض الأقوال وانتقل لمكة وهو عنده سنتين أمه انتقلت بيا عشان تعلمه العلم فكان الشيخ اللي بيحفظه وكان بيرتضي ما يخدش منه أجرأ بس يخليه يحفظ الأخرين تمام فنشأ يتيما فقيرا ومع ذلك استطاع أن يحفظ القرآن وهو عنده سبع سنين أن يحفظ الموطأ وهو عنده عشر سنين لأن الله عز وجل منى عليه بالذكاء والفطنة والعقل فده أثر في مدرسة الإمام الشافعي الإمام الشافعي طبعا رحل غير باقي الأئمة إلى كثير من البلدان ويمكن الإمام الوحيد الفقيه الذي نشر مذهبه بنفسه يعني هو اللي انتقل بخلاف الأئمة كلها رح اليمن ورح العراق ورح مكة ونشأ في غذة وجاء مصر ومات في مصر وسجن في بغداد برضو حياته مليئة بالوشاية وهارون الرشيد هو الذي أفرج عنه ثم عاد إلى مصر 199 هجرية وتوفى هنا 204 هجرية ولما جاء مصر كمان مرضيش ينزل اللي عنده أخواله يعني تلمزيته ومن سمعه عن الإمام الشافعي ذهبوا لي لأن إخواله خلوا من مصر فأراد أن يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة ونزل عند إخواله اقتداءا برسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين فقه الحجاز وبين فقه العراق بين الاثنين الفقه العراقي اللي كان مشهور في العراق وقتها المذهب الحنفي ومكة الحجاز والمدينة كان فقه الإمام مالك هو قرأ على الإمام مالك الموطأ هو عنده عشر سنوات وأوصاه الإمام مالك وصية جميلة أوى 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 يريد شبابنا يخلوا بالهم من الوصية دي الإمام مالك هو عنده عشر سنين وهو سمع منه الموطأ فقال له الإمام مالك اتق الله ولا تعصيه فإنه سيكون لك شأن من الشأن وإن الله قد أنرى قلبك فلا تطفئه بالمعصية وإن لو شفت حياته من صغره حفظ القرآنه عنده سبع سنين وعشر سنين وينتقل ويفتيه عنده خمشين سنين متى كان يعص الله أو متى كان يفعل كما يفعل بعض الشباب ما عندهش وقت أصلا من الصغر هو وهب نفسه للعلم عشان كده أثرى المكتبة العلمية وأثرى الفقه وأثرى الاجتهاد وهو نفسه يقول يقول شكوته لوكي على سوق حفظي شوف رغم منه حفظه القرآنه عنده سبع سنين والموطأ حوالي 3000 شوية وهو عنده عشر سنوات وبيفتيه عنده خمشين سنين أقول إن أنا شكوته لوكي على سوق حفظي ده كان لما يجي يفتح الكتاب يضع إيده على الصفحة الثانية عشان ما يحفظهاش قبل الصفحة العليا ليمية ويقول شكوته لوكي على سوق حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني أن علم الله نور وأن نور الله ليهدى لعاصي الحقيقة كان الإمام الشفعي مش مجرد إمام أو دعاية فقط لكنه أيضا كان كاتبا وكان قاديا ومؤسس علم أصول الفقه وأيضا كاتب كتاب الرسالة يعني أعمال كثير جدا وفكرة أنه يكون إمام جماعا لكل هذه العلوم أعتقد تؤثر بشكل كبير جدا في فكرة وسطية الإسلام كان أيضا ينظر لا الكليات لا الجزئيات فلوح ديك تقول لنا لأي مدى أثر الإمام الشفعي في وسطية الإسلام هو بالتأكيد أن الإمام الشفعي كان له دورا كبيرا في وصية الإسلام في وسطية الإسلام وده رجع أنه درس مذاهب كثيرة وتتلمث على مشايق كثيرين منهم القاضي محمد بن عرحمن الشيباني في اليمن وأيضا في العراق وبغداد وطفى بلاد كثيرة عندما جاء إلى مصر وسمع قبل أن يأتي إلى مصر أن مصر فيها مدرستين اتنين المدرسة المالكية والمدرسة الحنفية فكان مصر يأما ملكي يأما المذهب المالكي يأما المذهب الأحناف وكان بينهما نزاع وشقاق فعندما قدم الإمام الشفعي إلى مصر فأسس مذهبه الجديد وجمع بين المذهبين وكان هناك في البداية مضايقات كثيرة للإمام الشفعي في مصر حياة ما كانتش وردية زي ما نفهمين لا بالعكس لأنه انتقد أشياء للإمام مالك وكان عنده نوع من الوسطية والفهم والدليل حتى أن أثره في الإمام أحمد بن حنبل اللي هو رابع الفقهاء الإمام أحمد بن حنبل نفسه بيقول إذا سئلت عن مسألة فلم أجد فيها خبرا فقلت بقول الشفعي لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم عالم قريش يملأ الأرض علما فهو من علماء قريش فكان يقول لما بلقيش رأي أخذ برأي بقول الإمام الشفعي لما ما يكونش عند رأي فالجماعة الملكية في مصر أو المجيل الإمام الشفعي وقال له من الإمام مالك بشر قد يخطئ ويصيب هو عن نفسه قال إذا صح الحديث فهو مذهبي وإلا فضربه بكلامي عرض الحق هو نفسه قال عن نفسه كده مشلبيين فقط فبدأت معرضة كثيرة ووشاية إلى أن استقر الأمر وشاع مذهب الإمام الشفعي لأنه المذهب الوسطي البناء بالنسبة لكتاب الرسالة هو أول من ألف في علم أصول الفقه صحيح طب هو أسس في علم أصول الفقه ليه وكانت كلها رسائل على شيخه اللي هو محمد بن عبد الرحمن كان بيرد عليها في الرسائل وأهدى له لما جاء عمل الكتاب بتاعه الرسالة الجديد في مصر والمذهب الجديد أهدى إلى شيخه وأرسل إليه نسخة من الكتاب النسخة القديمة بتاع الرسالة مش موجودة الآن الرسالة الجديدة من كتاب الرسالة اللي هو في مصر نقاحها في مصر هي اللي موجودة وهي اللي متدولة على مستوى العالم إيه أصول الفقه اللي هو عمل الإمام الشافعي بدأ يضع قواعد للفتوى والإجتهاد زي ما حضرتك قلت في الأول إيه القواعد والإجتهاد بدأ يرتب بقى الأدلة كاميرات يعني هاخد بالقرآن وبعد ذلك بدأ يرتب السنة تب السنة أخد بإيه الأول بالحديث الصحيح ثم بالحديث كذا ثم بالموقوف فبدأ يرتب الأدلة ترتيبا في كتاب الرسالة ويضع أصولا للفتوى مش أي حدي كده زي ما احنا بنشوف الأيام يقول الفتوى يقول الفتوى وخلاص لا رتب بقى الأدلة ورتب كل شيء وهو نفسه كان بيقول أنا كنت باعتمد الأول على النقل فإلا بأجد للنقل فكان بيرجع للقياس هو نفس المنهج اللي أسسه في كتاب أصول الفتوى وهو أول من أسس هذا هو الإمام الشافعي ولذلك أي أحد يتعرض للفتوى المفروض أنه قبل ما يبدأ في الإفتاء يقرأ كتاب الرسالة وهو مجلد واحد للإمام الشافعي حتى يتعلم أصول الفتوى وكيف يستدل وكيف يستنبط الأحكام من الأدلة لا تبقى المسألة كالأم مباحة شكرا عبدالعزيزي في حياة الأمر مذهب الإمام الشافعي من المذاهب المقربة لكثير من المصريين تحديدا ويمكن هو الإمام الأكثر اللي زاع صيته في مصر سبب هذه الشهرة وهذا الصيت في مصر تحديدا ورحلته في مصر وليه يجي مصر أساسا تمام هو أولا قال عنه يعني هذه هتلخص شوية وهنقول الأسباب رجل منه هم مريدين الشيخ يعني اللي هو الإمام يعني اسمه عمر بن نبات يقول لم أرى أورع ولا أخشع ولا أفصح ولا أعلم ولا أكرم ولا أجمل ولا أنبل ولا أفضل من محمد بن إدريس الشافعي شوف بقى الصفات اللي أنا قلناها دي 8 صفات إذا توفرت في إنسان أنت نفسك هتحبه حتى إن لم يكن إماما يعني وارع وفصاحة وقرم وفضل وعلم ونبل وأخلاء طيب أنت محتاج إيه أصلا عشان تحبه علشان كده الإمام الشافعي وجد في مصر ترحيبا لم يجده لا في اليمن ولا في العراق ولا في غزة ولا في مكة ولا في أي مكان أولا لأنهم إخواله ثانيا أن أهل مصر شعب مصر شعب طيب شعب مديوص شعب محب فهو يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم عبد مناف بن قصاي حتى قالوا أنه من ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأنه لا تقبل لا يصح أن يأخذ الذكاء أو الصدقة لا تصح عليه فمن هنا أي أحد من طرف أهل البيت أو النبي صلى الله عليه وسلم كان أهل مصر يتلقاه بالحب والقبول ومن هنا زاع لكن هو جه مصري ليه بقى لأنه الإمام الشافعي لما كان في اليمن وانتقى لبغداد قبل 199 حصلت وشاية اللي انتشر في العراق المذهب الشيعي وأوقعه بينه وبين الحاكم وألوله ده هو عايز يعمل انقلاب ويمسك الحكم فسجن الإمام الشافعي وعذب وقبل بالحديد في يده إلى أن جاء هارون الرشيد وحدث بينه وبين الإمام الشافعي بعض المناقشات فأفرج عنه هارون الرشيد ولم يجد إلا مصر ووقتها لم تكن مصر مشهورة بالعلماء زي الآن يعني في هذا الوقت لم يكن مصر مشهورة كان العلم في الحجاز وفي العراق العلماء كلهم كانوا بيكتمعوا في الحجاز وفي العراق لكن شاء الله عز وجل أن يأتي العلم إلى مصر ويأتي العلماء إلى مصر وينشأ المذهب الوسطي على مستوى العالم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها في مصر ومن هنا الإمام الشافعي وجد مكانا في مصر لم يجده غيره من العلماء لأن حتى بعض العلماء يعني الإمامة بحنيفة ما جاش مصر الإمام ملك ما جاش مصر لكن الإمام الشافعي أتى إلى مصر وزي ما قلنا أن الإمام الوحيد اللي هو بمذهبه استطاع أن ينشره بنفسه صحيح مش التلاميذ اللي ينشره المذهب بتاعه ومن هنا عندما يعني تلتقي مع الإمام وتسمع منه غير ما تلتقي مع تلميذ تلميذ الإمام أو يصلك خبر أن الإمام قال كذا وقال كذا فكان له مكان كبير وبالذات كان السيدة سكينة رضي الله عنه وأرضها وكانت تعشق الإمام الشافعي وكان يعشقها الإمام الشافعي لله ليس الأشياء اللي بينه من بعض يعني حتى كان إذا مرض كان يبعت للسيدة نفيسة لكي تدعو له ونحن عارفين ما كانت السيدة نفيسة العلمية والدينية وكان أكثر أهل البيت جاءتوا إلى مصر فوجد الإمام الشافعي أن هذا سيكون يعني ستكون أرض خزبة وهو الفترة اللي عاشة في مصر هذا من 199 إلى 240 ومع ذلك مذال المذهب الأشهر والأقوى والأعلى في مصر هو المذهب الإمام الشافعي أنا درست في المذهب الإمام الشافعي وأنا في المعاهد الأزهرية وأنا في الجمع بما أن حضرتك درست مذهب الإمام الشافعي وإن كانت حدتنا عن أهم ما يميز مذهب الإمام الشافعي وهي الوسطية عايزة أعرف من حضرتك أيضا أهم ما يميز مذهب الإمام الشافعي بجانب الوسطية وأهم الفتاوى فتاوى الإمام الشافعي هو الإمام الشافعي له فتاوى كثيرة جدا جدا وما يميز فقه الإمام الشافعي عن غيره زي ما قلنا في الأول أنه بيعتمد على العقل والنقل يعني مزج بين الاثنين يعني مش بيقول مثلا الدليل العقل وخلاص لا الدليل العقلي والنقلي فكان مزج بين الاثنين الإمام الشافعي عنده الفقه الإفتراضي والفقه الإفتراضي بتاع الإمام الشافعي ده يدل على زكائه وعلى بعد المرايا يعني كان بيفترد مثلا يعني احنا النهاردة مثلا بنجد إنسان مثلا يقول لك مركب أسطرة وشايل الأسطرة بتاعته فيها البول أو فيها كذا وهو ماشي طب دي ما كانش موجودة هو كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا المتين ولا تلتمية ولا الألف كان فيه أسطرة فده كان فيه اسمه الحكم الإفتراض فكان الإمام الشافعي يفترض مثلا ما الحكم لو أن رجلا يحمل كربة فيها مثلا كذا البولة أو غيره فكان بيفترض طب هم كانش أيامهم حد بيمسك إربة فيها هذه الأشياء الإمام الشافعي في كثير من القضايا يخالف الإمام مالك ويخالف الإمام أبي حنيفة ومع ذلك ومع ذلك يضرب لنا المثل في سعة الرحل يعني كان مثلا الإمام الشافعي عنده القنوط واجب في صلاة الفجر هو الدعاء حتى احنا بنجد كده الدعاء كده نشرح في الصدر في الفجر الإمام أبي حنيفة ما عندهش قنوط في الفجر الإمام أبي حنيفة يوم وفاته هو يوم ميلاد الإمام الشافعي يعني لم يراه وده على أصح الأقوال وإن كان البعض بيعترض بيقول لا هذا هو بعدي أو قبلي ما علينا مسألة يعني هو لم يعاشر هو لم يرى الإمام أبي حنيفة لكن درس مذهب الإمام أبي حنيفة في العراق وبالتالي يعتبر تتلمث على يد الأحناف فهو رغم ذلك لما رح يصلي في مسجد الإمام أبي حنيفة وقدمه طلاب الإمام أبي حنيفة وتلمذته في صلاة الفجر فتهيأ الطلاب لكي يقنطه مع الإمام الشافعي أدباً مع الإمام ومع ذلك الإمام الشافعي لم يقنط أدباً مع أستاذه وطرك القنوط مع أنه عنده القنوط اللي هو الدعاء في الفجر فقالوا له يا إمام لماذا لم تقنط لقد تهيأنا للقنوط معك فقال تأدبتم معي أفلا تأدب مع أستاذي مما يميز مذهب الإمام الشافعي أنه مع اختلافه فكرة القبول واختلاف يعني واحترام وجهات النظر المتعددة والمختلفة يعني يمكن ده حاجة من أهم السمات والصفات اللي بتميز مذهب الإمام الشافعي بالضبط وبعدين كل من تحدثوا عن الإمام الشافعي قالوا أنه اختلافه في الرأي مع كثير من الأئمة إلا أنه لم يخطئ أبداً في إمام من الأئمة أو عالم من العلماء يقول لك فلندا جاهل وعلى الفضايات لا الإمام الشافعي كان يختلف اختلافاً علمياً بالدليل عقلي أو الدليل النقلي لكن لم يسيء أبداً ولم يؤثر عنه النوع أساء لمن اختلف معه في الرأي أخيراً يا شيخ عبد العزيز فكرة أنه يكون فيه عمل درامي في رمضان يجسد حياة الإمام الشافعي شايف وجهة نظر حضرتك في أنه يكون موجود هذا العمل في رمضان شايف أهمية دا إيه دا مهم جداً 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 ويجعل بيغير كثير من ثقافة الناس لأن الناس أحياناً بيبقى عندها محتاجة وقت أنها تقضي أمام هذه الشاشة فلو ملقاتش مادة علمية يعني يستفيد منها هيلجأ إلى مواد علمية لا يستفيد منها فبالتالي أنا لما بقدم له شخصية وأقدم له قدوة وشخصية تاريخية وشخصية مهمة أثرت في العالم كله إلى وقتنا هذا فبالتالي أنا بخلي الوقت بتاعه أمام هذه الشاشة مفيد بيستفيد حسنات في رمضان دا مش كده بس نحن عايزين يعني طول العام عايزين شخصيات الإسلامية والشخصيات التي أثرت في التاريخ عايزينها أنها تكون طول السنة موجودة علشان نغير حتى من الفكر الإرهابي اللي موجود والفكر الإرهابي دا جاي منين؟ ويمكن دي هي الخطوات صحيح ويمكن دي هي الخطوات اللي بدأت تخطوها الشركة المتحدة لخدمات العالمية تحديدا أبي صرع جزاهم الله خيرا يعني لأن هذا العمل كمنه مش مربح للمنتجين فالمنتجين أعرضوا عنه فكويس جدا أن الشركة تتبنى هذا صحيح وهو دا يعني الشركة المتحدة قررت اللي هي تاخدو أن هي تنشر هذا أو تنشر هذا العلم وهذه الثقافة ويعني تعيد فكرة تصليلت الضوء على الشخصيات التاريخية المؤثرة في وجدان كل المسلمين بنشكر حضرتك الشيخ عبدالعزيز النجار أحد علماء الأزهر الشريب شكرا شكرا شكرا